لكن المسيح احبائي تعامل مع النساء امرأة خاطئة كان المسيح في بيت احد الفرسيين متدين وجاءت امرأة بكت وابتلقت تمسح رجلي يسوع بشعرها وتدهن بالطيب فالفرسي قال لو كان هذا نبي لعلمة من هذه المرأة فالرب عرف قلبه شو بيتكلم هذا واضح انه مش بس نبي اعظم من نبي وقال يعني انا دخلت بيتك انت ما قمتش بالضيافة لكن هذه المرأة احبت غفرة لها الكثير لانها احبت كثيرا قال لها اذهبي ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام فعلا رد اعتبارها رد قيمتها اه الامرأة التي امسكت بذات الفعل وهي تزني في انجيل يحنى اصحاح 8 اين الرجل اين العدالي اه طبعا واضح انه كان الموضوع كله رياء حتى يجدوا علا على يسوع المسيح لكن الشيء الاهم احبائي اما دانك احد قالت لا يا سيد ولاحظ انه قال المسيح للجميع من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر فترك من الكبير للصغير اما دانك احد طبعا الكل خاطئ والكل بيقر والكتاب يقر ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد طيب ها هي الان امام يسوع المسيح اللي له الحق وإله الشرعية انه يحمل الحجر ويدرب هذه المرأة قال لها ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطي ما تمرس الخطية ما تعمل الخطية ففعلا ارحمها وفعلا اعطاها فرصة في انجيل لوقة منقرأ عن عدة نساء مثل طبعا النساء التي جاءت للرب يسوع المسيح الرب يسوع اتعامل مع الناس اللي حتى عندهم عاهات مثل الامرأة النازفة نازفة الدم بحسب الشريعة ممنوع تلمس لكن لمسة يسوع ما بتنجسه لكن بتطهر هذه الامرأة الابرس جاء الى يسوع المسيح قال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني لمسوا لي الرب يسوع فطهر من برسه يعني مش تنجس بهذا البرس فيسوع المسيح اتعامل مع الناس اللي عندهم عاهات وهذا اندل على الشيء بدلنه فعلا انه جاي يرحم جاي يساعد جاي يخلص جاي يبني جاي يرفع جاي يريح من العناء من الشقاء من الخطية من اعبائها من مراوغتها من قساوتها جاء حتى يحرر الناس من كل الخطايا